والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي الزميل في 24 نيوز بليغ صالدين مرحبا بك بليغ يعني بليغ رفض هذه المجموعة المصادقة كيف يمكن أن يؤثر على المصادقة على بايدن نعم يعني إذا كان السؤال هل سينجح هؤلاء الجمهوريون في قلب نتيجة التصويت فالجواب بكلمة واحدة هو لا وذلك بسبب عملية التصويت التي يعني تأتي بحسب القانون الأمريكي بشرح صغير أو قصير سطيعنا أقول أن في السادس من شهر كانون الثاني يناير سوف يستلم رئيس المجلس الشيوخ وهو نفسه نائب الرئيس مايك بينس الأصوات التي تأتي من الهيئة الناخبة وبطبيعة الحال نحن نعلم أن الأصوات هذه يعني تأتي لصالح بايدن الذي حصل على 306 أصوات مقابل 232 لدونالد ترامب في هذه اللحظة يمكن للمجلسين مجلس الشيوخ وأيضا مجلس النواب أن يعارضوا هذه الأصوات ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق بين على الأقل أحد الأعضاء من مجلس الشيوخ والمقابل له في مجلس النواب هذا ما الممكن أن يحصل بطبيعة الحال لأنه يوجد أعضاء من مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين يريدون أن يعارضوا النتيجة وفي المقابل يوجد أيضا من مجلس النواب جمهوريون يريدون أن يعارضوا النتيجة ولكن النتيجة لن تتغير يستطيعون أن يذهبوا عندها ويتناقشوا لمدة ساعتين حول كل قضية لماذا يعارضوا النتيجة وكل هذه الأمور بانفصال أي مجلس الشيوخ لوحده ومجلس النواب لوحده ولكن فقط في حال وافق المجلسان بأغلبيتهم على أن النتيجة خاطئة أو أن النتائج التصويت يجب أن تغير عندها سيكون هناك مجال لتغيير النتائج ولكن نحن نعلم أن أغلبية مجلس النواب هم من الدموقراطيون أي أنه لن يكون هناك مصادقة بطبيعة الحال من قبل مجلس النواب ولكن أيضا من مجلس الشيوخ هناك العديد من الأعضاء الذين يعارضون مثل هذه المحاولات لقلب النتيجة بشكل غير دموقراطي من قبل أعضاء آخرين حتى الآن يوجد 11 عضوا من مجلس الشيوخ أي أنه هناك على الأقل نحو 40 آخرين من مجلس الشيوخ هم جمهوريون ولكنهم يعارضون مثل هذا الأمر هذا يحدث انقسام في داخل الحزب وهنا نرى أن من يقوم بهذه الأمور من قبل الجمهوريين إن كان في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب هو ينظر إلى دونالد ترامب على أنه صاحب شعبية كبيرة نعم دونالد ترامب خسر الانتخابات ولكنه حصل على 71 مليون صوت من الناخب الأمريكي هذا أمر جدا جدا كبير هم يريدون أن يأتوا بعد سنتان أو عامان من الآن للمصوتين الجمهوريين ويقولون لهم نحن وقفنا مع ترامب نحن دعمنا ترامب في تلك اللحظة وحاولنا أن نتحدى نتائج الانتخابات ولكن كما قلت في البداية هذه المحاولة على الأرجح لن يتفلح ولن يكون هناك أي تغيير مايك بينس سوف يعلن أن بايدن سوف يدخل البيت اللي بيطفل على 20 الشهر نعم وصلت الفكرة الزميل في أجندي فور نيوز بليغ شالدين شكرا جزيلا لك على جميع هذه المعلومات